ينضم إلينا من تعز مرسلنا محمد الحديفي محمد صبح الخير محمد ماذا عم آخر الأحداث الميدانية في تعز محمد تسمعني التطورات الميدانية أو المشهد العسكري في مدينة تعز لا يختلف عن سابقاته في ماليشيات الانقلابية تحاول استعادة ما خسرته أو ما فقدته من مواقع سواء في الجبهة الشرقية أو في الجبهة الجنوبية أو في الجبهة الغربية لكنها لا تتكبس سوى الخسائر الفادحة خلال الساعات الماضية صدت قوات الشرعية هجومين الهجوم الأول في الجبهة الغربية في منطقة الربيعي وحقق تقدم باتقاه نقطة الربيعي الواقعة على الخط الرئيسي الرابط بين محافظة تعز ومحافظة الحديدة وكبد الماليشيات خسائر كبيرة الهجوم الثاني كان في شارع الأربعين شمال مدينة تعز حيث حاولت الماليشيات تقدم السيطرة على بعض المباني لكن قوات الشرعية أفشلت هذا الهجوم في مدينة تعز هناك تحضيرات كبيرة لعملية عسكرية خلال الأيام القادمة هناك بحسب المصادر العسكرية بحسب المؤشرات والمعطيات على الواقع هناك مفاجآت ستكون في جبهات تعز المختلفة خلال الأيام القادمة وتحديدا في الجبهة الشرقية والجبهة الجنوبية الشرقية أصلوا باتقاه دمنة خدير كذلك كريش هناك تحضيرات عسكرية سواء في تعز أو في نهم أو في صرواح أو في شبوى الأيام القادمة بحسب المصادر العسكرية وكل المعطيات تشير على أننا مقدمون على عملية حصم عسكرية كبيرة نعم محمد يعني هل ما زالت الميليشيا تستهدف الأحياء السكانية وذلك بعد مقتل القيادة أبو طارق طبعا الميليشيات المتمردة الانقلابية لا تتوقف عن استهداف الأحياء السكانية ومنازل المواطنين عقب كل خسارة تتلقاها على الأرض أو على المصادر القيادات هي تقوم بعملين العمل الأول وهو استهداف الأحياء السكانية ومنازل المواطنين العمل الثاني تشديد الحصار على المدينة منع دخول الخروج للمواطنين منع دخول الأغذية منع دخول المستلزمات الطبية الميليشيات الانقلابية تشعر على أنها في المراحل الأخيرة من سيطرتها بل تشعر على أن نهايتها تقترب يوما بعد آخر ولذلك فهي توغل بقصف الأحياء السكانية باستهداف المستشفيات منازل المواطنين الضحايا المدنيين والمواطنين بازدياد خلال الساعة الماضية شهيدان وأكثر من عشرة مصابين في قصف مدفعي على أحياء بيرباشة وعلى الأحياء في أغر مدينة تعز وكذلك على الأحياء الشرقية في المحي العسكري وفي صالة وفي ثعبات شرق المدينة نعم محمد الحذيفي مرسلنا من تعز كنت معنا عبر الأقمار الصناعية شكرا لك